بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الخير للقلق الله محمد الله وقالله وصحبه وسلم. طبعا نوجه الشكر والتأدير لمبادرة دكتور عالد قاسم لتطفيل الاداء في قسم مدارة السياحة في الفندقة بتطبيق من تطبيق ايات التعليم الاقتروني. اه بنشكره والنهاردة اطور اول محاضرة واول دورة تربية. بنعقدها بالتعاون مع الزملاء في اطلاق مبادرة التعليم في قسم مدارة السياحة في الفندقة. اه عبارة عن اللي هي المشابهة للبلاك بورد بس هي اكثر تعقيدا او اكثر اتاحة للعديد من المهارات والقدرات اللي مش موجودة في البلاك بورد. هنبدأ مع بعض نتخش على الاعمال التعليم الاقتروني اول خطوة. الخطوة رقم واحد. خطوة رقم واحد. نخش على موقع جامعة. موقع الجامعة الرئيسي على اعمال الجامعة. بسم الله. تخش على موقع الجامعة الرئيسي. موقع الجامعة الرئيسي. هنخش على ادارة الجامعة. من ادارة الجامعة هنخش على عمادة التعليم التعلم الالكتروني والتعليم عن بعض. اول ما هنخش على موقع اللي لها ايقونة التعليم 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 التعليم. اللي هي الرمز الاد دي. اهي. بوابط التعليم التعليم. نخش عليها. وتكتب باسورد يوزنين بتاعك العادي اللي هو بتاع الجامعة. العادي جدا. انا هتفتح بتاعه على ناحية التانية. انا هفتح بتاعه بس انا عامله بالعربي ونجم عامله جزاء الله خير. دكتور نجم روزي. I would like to thank you. Thank you for his efforts. No, I can start with Mike. I like to make both. Because mine is Arabic and you is English too. We can give them bilingual one. Alright. Alright. تخش بالباسورد يوزنين بتاعك العادي لو حتى دوقتي معنا يفتح الموبايل بتاعه او اللابتوب بتاعه هيبدأ يمارس معنا. بحيس حتى ممكن دوقتي وانتو شغالين معنا تعملوا حاجات في الكورسات بتاعتكو اللي يحب يعني. دخول. ده هنا هنا دي الصفحتي انا. دي صفحتي انا الرئيسية. زي ما انت حلوك شايفين اوما دخلت عليها الكورسات بتاعتك كلها ظهرة بالاضافة حتى لدورات تدريبية اللي خدتها في عماد تانية مكترونية موجودة هنا. اي دورة تدريبية تاخدها مع عماد تانية مكترونية هتلاقي موجودة عندك هنا في الصفحة بتاعتك على تفتح اي مقرر المقررات هتلاقي الشغل اللي انت عملته موجود. حملت حملت عملت اختبار هتلاقي موجود هنا مسلا. انا بدأت انا النهاردة عملت كده شوية شغل بسيط. وده النهاردة هنشوفه معناش من هو ده. دخلت. بدأت اعمل موضوع اللي هو اول خطوة في الاختبارات الالكترونية. بنخش على مجلد علامات. بنخش على عشان اعمل اختبار الكتروني كامل. عشان اعمل اختبار الكتروني كامل. بخش اول خطوة على مجلد علامات. بفتح الصفحتي. بفتح الكورسي بتاعي. بخش على مجلد علامات. علامات اه. ايو. ايو. ازو احداك شفت هنا. اهو صفحات الرئيسية ايه. اه. اهي برجع تانية صفحات الرئيسية. ايو. ازو احداك شايف. مقررات تعليمين لها مش عملتها. حتى قراتي قبل كده موجودة. بس هو بيقولك انها خلاص خلصت. كل كل موجود. اه حتى حاجة اربع خمس سنين هتلاقي موجودة قدامك. ايو. انا طبعا بالنسبة ان احنا اتفاعل ان الاولوية داتي لعمية التاليب الكتروني هيشتغل على موضوع الطالبات. فانا بدأت بالنموذج بتاع مقرر الطالبات. اه. ضغط عليه. ضغط عليه. افتح لي. افتح لي. احاوز تبدأ الاكزام الاكتروني بتخش على علامات. مجلد علامات. هنا بدأت انا بالفعل التحميل النهاردة بعد الشغل النهاردة هتحط هتحط بتاعتك. معنى هجيتك في التقييم الطلاب اللي هي اجمالي الدرجة بتاعتها مية في المية. زي ما تشايفين هنا عشر في المية. عشرين في المية. عشر في المية. اكتف تمنتاشر درجة. او تمنتاشر في المية او او درجتين. عشر درجات. في الاخر النهاية مية في المية. انا انا هعرف اجازة زي انا حطان. انا حطان. انا عملتها اللي انت عايزه. ايوة. بس بتاعك اول انت التحديس انت عملت اعمل انت عايزه فيه. تقييمك وتوزيعك ليه. ولكنك تعدل. وانا ابدأ بها. بدخلت اول حاجة على علامات. بعد ما اخش على علامات اخش على كلمة جديد. في عندي عنصر علامات جديدة. وفي عندي فئة جديدة. مليان سري جدا. فاحنا هنشتغل هبديكم كده لأسهل حاجة بحيس نبدأ بسوشكل سريع. نخش على الفئة الجديدة. فئة الجديدة معنا كده ان انا هضيف على دول. على مختلفة. مسلا هعمل كوز سري. انا انا اريد اعمل كوز سري. خلاص? بعد كده اعمل الوصف. لو انا عايز اوصف للطلبة. هزا مسلا الاختبار يهدف الى تنمية قدراتكم. او هزا اختبار تجريبي ليس اه محسوف في المجموع. اكتب اللي انت عايزه. اكتب اللي انت عايزه للطلبة. واضح العلامة. هتديره كم درجة. انا مسلا في اختبار تاني عملت له ايه? اه درجتين. عملت له اربعة. عمل لده اربعة ناسين. مثلا في حول احنا الهاتف بنجرب. بعد كده بتختار تقول اخر عشان ما عاوش مدخركوش في تفاصيل الكتير. خش على الحفز واغلاق. او لو انت عايز تخش واحدة جديدة. زي ما نهارده كنت سبعا مشغال. هتخش حفز وجديد. حفز وجديد. يوم جاي حفزك كريتيري بالتقييم. ويفتح لك كريتيري التقييم ايه? من جديد. انا بالنسبة لي عملتهم. فهخش على الحفز واغلاق. ظهرت هنا. هنهوص الكويت زي ظهر هوت. بربع درجات. بينا قدام نهيت. خلاص. بس انا هقول لك كده خلي بالك انت بقى اصبح المعتسب النهية مية واربع داشر في المية. بيديك ملاحظات السيستم اوتوماتيك. حسب وجامع. ان انت كده اصبح التقييم بتاعك بقى مية واربع داشر في المية. انت موافق على كده ولا مش موافق? ده برضو قرارك. انت ممكن تعمل بتاعه كده تعمل في المفضل. انا انا مزود. انا مفضل بالتعامل اصلا. خلاص? بعد كده او. بتعمل بعد كده بقى تحرير مقرر التعليم وجرد التسليم او الاستطلاعات او قمتم سجلين او الاختبارات. عاو زي ابدأ بقى الاختبار الجديد او جاي داخل ايه? الاختبارات. لا. ده كده عملت. عملت انا كده بقول ايه? كده كده. ببدأ بقى اختار انا هشتغل عليه كده او. هبدأ سيب كده مع نجم يدوكو ايه الناحية التانية اللي هو بعد ما عمل المنظوم الكامل واشتغل عليها وابدأ ادوكم امثلا لاختبارات عملها بالفعل واشتكونها. بسم الله. او. بعد كده خطوة. ايه. للمقه. ايه. بعد كده خطوة المعدمة من جائزين يتالي هي قوائسز ايوه 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 بس مجارك تمش لازم تخوش تعمل كله ممكن نبدأ واحدة وواحدة لن continu جنا واحدة انا هيا واحدة first of all هنا here on the top there is an option called course whenever the course chair assigns the course we automatically get our courses here عن طرق المدارة على المقرمات ولكن في المقرمات لا يمكنك إستمرار من المقرمات ولكن هنا ترق بحوث نظري العبدية العطلاب ومقرمات طلبات سحر هناك سيطر مقرمات مقرمات فقط لحظة كل مقرمات هذه مقرمات فى الطيب الى سوف اتجار من مستوى السيدات Cathy they can see the contents for example I have put course outline anywhere in the world they have UQ website they can download the course outline all the lectures are there discussion items are there you can make folders here from table of contents put all their stuff there the video even the media file we can paste there ثم هنا يكون ما هو المختلفة هذا دوربخنا نظري ومع كما يتخل في الشيء يتخل في هذا المتخل. شكراً لذلك القدرة المختلفة نتهى المختلفة ثم ينبط على الأسلحة في الخطوة العلاج الخطوات مايız، غرفت من الاشتراكات معايا بشارة لتصجير اما الأخيران أو تحديث من خلال الفيديو. ماذا منتعبون بكثر gi방ة الفيديو؟ أين يحترون إلى خلال الفيديو، الملات يستهدف الم 지금까지 المؤخدية والتصجير المتحدة وفي الإقاء التحديد للغاية التي يمكن تستطيع التحديد على بشكل قد طبيعي يمكنني أن تكون بشكل قديمًا وفي الإقاء المترجم من اللعholes على التحديد ما قلت دك ريو سي قال ما كل ما تتحدث عنه في مواتساب و فيس بك سيكون نستخدمه و ثم يمكن أن تتحدث عنه قلت تحديده نحن نريد أن تتحدث عنه تحفظ عن كل محادثات من الطلبة نصيحة و نصيحة كنت تتحدث عنه على المتحدث عنه تمكن تعملها على مواتسة أو تشاركها لنا بمعاتة الجودة وذلك تتحدث عن أعودي التعليف شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة جميلة شكرا للمشاهدة بإمكاننا So, in this group project Mail. We need to see each member of the group, If you have chosen the same ممبر واختبتد هذا تجربة مع ممبر في الأنسان لن يوجد ممبر مناسبة للحقية ومع بل من سمت العمل في الأنسان في هذه المنصفie تجربة أخوتي كل يمكنك التجربة لأخوتي وفي الغيب الغيب الموضى فسنة أخرى يجربة ممبر تقريبا فرحة التجربة فقدمت إذا استعمال هذا أحد الأعطة ولكنت هذا أحد الأعطة هذا لنزول احد جمع الأشياء لكنهم ن既ان جمعك لأشياء مع معاً للمموضة الأشياء لهذاً، لدخلائها يجب أن ترغب الأشياء أنا البحث بأن هذا كل شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فإن الديommêu is now I go back to my assignments So here for example Here is the RM group project And the RM assignment literature review So the students will start submitting in this dropbox And online I will keep on checking Giving them scores And it will go directly to their grades So they don't need to submit paper now هذه الفترة يسعني الأولى تجريد يجبت ستوكن تجريد كانت تجريد تطاريخ جميع جميع والآباء الأوليس في ريباري فمير مرحل رحالي نعم they know everything things come out they know much more than us yes true they know much more than us for example l show you another one where they have submitted already firstly even they don't understand we can help them no good would be a usher اشتركوا في القناة 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 so when you click new the next stage is new see these are the options available true or false multiple choice multi select short answer multi fill in the blanks everything is there match match the following even the long answer question is also there so there you have to just make manual you have to read the material and then evaluate but suppose we give questions as well yes it's a question here long long answer question you have to give them the space it will ask you how much space do you want to give how many words and then they can answer now coming to the true false for example true false type so true false type we go here here is the see all in red are to be filled if you don't fill the red star it will not complete so the red star for example here are right is RM good okay this is the this is a question question text this will appear to the students in the form of this text in the bottom when you go down yes you can add pictures videos audios you go down you can give them attraction what is the name of this site and you can give them a picture and they can write it down scrolling yes of course just just a start in that induction i missed many okay when you look at the video you remember now when you scroll down you see there are many options now these are all like how should students see the choices yeah vertical or horizontal these are minor things you have to so just let it be vertical go to the uh these are the two answers now if your answer you know the answer because you are preparing the question if you know that true is the answer you should give 100 percent so when the computer will get the answer from the students and if they write true they get 100 percent if they get false you get they get zero so we go bottom we save it we save this question once you save this question it is there it is there now suppose we had only one question in the quiz so here we will stop done editing questions done editing questions don't forget this one what's the bottom one yeah if you don't do this you lost you do you lose the quiz all right so here get the done the quiz is ready but there are many things more to do one is the restrictions restrictions first thing very important is in restrictions if you don't make it active the quiz will not appear to the students so this is a very important step in making quiz then there is availability when do you want the students to take the test start time and end time if you don't want to do that they can take any time but normally we do it we say you have to start at this time so yeah so we say we will you can start at once first march and you can stop on 8th march at this time before this and after this they cannot take the test now going down and okay there is another option display in calendar so when they open the first web site of uq dealer the students have calendar and they will see the notifications notifications they can even connect this notification to google calendar so google will alarm them that you have a test yes yeah okay now going down what is the time limit for the quiz do you want to enforce a time limit yeah okay i want to just make it for 10 minutes within 10 minutes they have to answer for the whole test so you can do this if you want to leave it open you can leave it open okay fine then we go to the next uh okay now this one you know is what the producer says this can be manually entered that is one option but the better option is that we make the grade item you know where this grade item goes in the same grid what was the alamat yes so this grid item that you create here for example quiz 4 and bottom like he said four points so i say okay four points and maximum points and weight are two different things i think he understands better so for example 10 but you say no my weight is only two so the computer will convert 10 into two for example you are taking the you are giving 10 questions 10 points but in the assessment yeah it's two points so it will automatically do you don't have to do any calculations it will convert into two points so you say it's four but for your final exam assessment it's one point only so for example if the student correctly answers all the questions he get four out of four he will get one point it will convert into one so out of 100 it's one percent only you save it and then there is one option of reports setup now reports setup are important to show the statistics of the class this we can yeah this we can take next time but i will just show you the results of one of the quizzes so that you understand how good it is for example i took rm quiz one now there are 184 students in my class of the girls in one course 100 184 students are there yeah now i go to the statistics first so when i took the quiz this is the class statistics overall so i understand how the students are doing so you can see there are many students in 100 percent and there are a few in 152 75 then per student the percentage is given each student the statistics is given i can download this report keep it in my course file for each quiz i can do this and this is for entire 184 if i want to see section wise because there are three sections in my class one two three so if i want to see it if i want to see it section wise i have the option what are three sections in your class i have to take three classes three classes 60 60 students each so in this e-learn you can check the results section wise also it's possible the same the same quiz for the three sections yes and they they do it in the same time yeah of course so here you see view by user groups sections so if you click sections it will split you don't have to anything section one two three so now you are uh apply so you have three sections now shoba one uh 50 students are there 49 took the quiz shoba two i have again 50 students 49 took the quiz this is the score for shoba 2 this is the statistics for shoba 2 similarly section one two three it will give you the results so the quizzes we can there are many options that we will be learning in say future for example randomizing the quiz because there are chances that when you give the quiz all the students will see the same questions in the same order so they can cheat even and mostly for the girls so what we can do we can randomize one student will see question number 10 top and even the choices will even the choices will be randomized so for a for for one student b choice will come at a a will go to d and secondly the most advanced system is that you can put 50 questions and each student has to answer just 10 so the permutation combination will make it so difficult for cheating it's very difficult but it will be difficult for you you have to just first grasp till this next time there are many things more like surveys feedback from students but just to start doing this week we can start doing this week just make a trial yeah don't click on active because if you have to click on active you have to click on active you have to click on active students they are the degrees they are the degrees this is the minimum degree this is the maximum this is the average this is the average and see here there is survey there is a survey is very important survey feedback and here on top the last thing virtual classrooms yes virtual classrooms are virtual class we were discussing dr materi was there he explained to us this and this is a so you can take the class from your house and the students can come anytime live class yes everyone to every student you meet if you'd like to know who is attending and is concentrating you can ask him hi ahmad fallata can you yes raise your hand and if you didn't raise your hand so he's not he's not there and he's not concentrating yeah so you can give him a lapse or something like that the starting point for that is this you will see him yeah in virtual class you're not going to see him he's an option clicking on a hand when he's kicking on hand you can see his hand has been raised yeah that is possible okay and that's possible and sometimes i can ask him to open the camera and they can and you have allowance if you'd like to get open the camera muhammad abdullah can you please open the camera and he's going to open the camera you know what i like the most dr al materi said he said that you get the most sincere students on e-learn virtual classroom because the thing like some other student raises hands okay no problem but the students who are sitting there they are the most sincere who wants to listen to you actually otherwise they will make all the so there are students in the physical classroom also who are sitting but they are sleeping so that's it these this is so we're going to start with quiz try the quiz in this week